السلام عليكم مشاهدين الكرام وهلا بكم إلى نشرة أخبار الولايات ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد لمين ومحمد لمين صباح اليوم بمدينة تيجك جاء الشماعا للنيابة العامة والضبطي القضائي التابع لها في ولاية تقانت وبهذه المناسبة أكد المدعي العام أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطي القضائي بصفة عامة والسهر على تطبيق القانون وبسط العدالة بما يصول حقوق الأفراد ويحقق الأمن والاستقرار وفي ختم الاجتماعي أذى نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد محمود بباه رفقة وكيل الجمهورية بتكانت القاضي محمد بلالبارك فال زيارة تفقدية للسجن المركزي بيت جك جاء بهدف الاطلاع على ظروف السجنة